في المقدمة بتاعة الرواية انه مش بالضرورة تكون قريت الجزء الاول اللي هي اه الوطويت عشان تقرى الرواية دي والحقيقة انا يعني معطلدة تماما يعني لانه هو انت لو ما كنتش قري الرواية الاولانية هيبقى عندك صعوبة شديدة جدا في الفصل ما بين الخيال والجنون والاحداث الحقيقية هتبقى متلخبة لخبطة يمكن تبقى معطلة او معرقلة او تخليك اه يعني تمزل مجود كبير انما الاولانية بتسهلك المهمة انا اكيد يعني قرات جزء اولاني طبعا بيمهد يعني بشكل ما للعالم عشان ما يبقاش الشوك كبير بس انا عامل مقدمة عشان كده موضح فيها ممرضه موضح فيها هو بيعمل ليه وبدأ الموضوع بالجواب هو بيكتبه اه بنفسه عشان خاطر يقول للناس انا بشتكي ان انا محطوط جوا سجنه عشان يحكي اجواءه كلها انا من اول كلمة هو بارانويد جدا بدرجة ان هو بيحتقر كل اللي هيقرأ اصلا يعني اول جملة بيشتم في الناس كلها تلك هي كلمات الاخيرة والتي اجدوا ان كلاب المذاب الاقدر على تلقيها ومفهوميتها من البشر امثالكم يعني هم وشخصان البرانويد بدرجة ان هو بيشتم اللي هيقرأ مذكراتكم اصلا بالزبط فهو سليمان كده اولا واحنا تتبعنا الحالة بس انا قابلت في حياتي اه خمسة عندهم هذه الحالة منهم اتنين قريبين جدا مني واتنين انتحروا يعني الاسف توفيه في ظروف صعبة جدا هل تتبكلم بجد ولا بجد؟ بكلام بجد انا عشرت يعني حد كان عزيز على قلبي جدا جدا وكان مصاب ببرانوية شديدة ويعني كان صديق عزيز وكان يقعد عندي في البيت كده يقول له ماما انا عايز كن بيت شاية تنطفط معه بتاع فتدخل تعمله الشاي وترجع فيمسك الشاي ماما تدخل المطبخ يمدلق بلكونة فاقول له ليه فبيقول لي ممكن حطالي سم اكيد حطالي سم فاقصد من وانا صغير بدأت استوعب ان في حاجة مختلفة بيعيشوا عذابات صعبة جدا واللي حواليهم كمان بيعزيز ده جزء من التوعي اللي انا بحاول اوصلها في الكتاب ان انا اعمل وعي احنا لما بنقرأ عن حالة نفسية وكذلك الافلام النهاردة لما بتؤدي ان احنا نتفرج على فيلم معين فبيتنور طريقنا السينما والكتابة هي اهم طريق لتوصيل فكرة الطب العقلي المرض العقلي للناس عشان تقدر تفهم الحالة لان الناس ما بتطورش تقرأ مراجع بس تقدر تشوف الحالة فتفهم الموضوع فيلم زي بيدو في الماين ده عمل حاجة رين مان عمل حاجة وكذلك سليمان السوفي انا بحاول انها خلي الناس يحصلون مواعي بالزبط الحالة دي عنا زي اللي نعيش ما بيننا لازم نفهمه نفهمه نفكر ازاي مشكلته فين لازم نحتويه لانا ممكن نقزي نفسه بشكل كبير رواياتك بتبدأ بومضات سليمان السوفي كانت ايه الوامضة اللي خليتك تكتب عنه تكتب عن الشخصية دي وتغزل الحقائق بالخرافات التواريخ الاشخاص حقيقيين باشخاص تخيليين ايه الوامضة اللي خليتك تدخل العالم سليمان السوفي الموضوع عمزة المقادير زي ما تتقول انا قررت اعمل اكلة فبتنزل السوبر ماركت كده تنقي تنطقي حاجات انا عجبني جدا 1800 بعدين ما عندناش دي تاكتف حقيقي في القراءة المصرية يعني ده مش موجود كتير وبعدين منطقة المرض العقلي مش موجودة برضو ما بنيكتبهاش بطريقة كتير ام كانت عملت مثلا مع احسان عبدالقدوس طبعا كاتب العظيم كتبها مرة في رواية بس اسود ما عندناش الوضع ده كتير مش موجود في الادب العربي فانا بدأت احط العلم بتاع القديو اسماعيل على سليمان السيوفي على هذا المرض مع الخيالات مع وجود كاتب بيكتب مذكراته غير موصوك فيه فاحنا بنقرأ احنا مش عارفين هو بيتكلم بجد ولا مش بجد وده بيعمل انجاجمنت قوي جدا للقراء في فقر ان انا قرأ حاجة بتقولي معلومات وان انا محتاجة افكر معاه وده اللي بيخلي الموضوع يبقى فيه ارهاق زهني وابصراحة الادب لو ما فيهوش ارهاق زهني مالوش معنا طيب اخر جزء هسأله على ابو الهول الذي كان يكره المقارونة المقارونة الاسباجت المقارونة الاسباجت ايه 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 او هكذا كانت تنطق في الوقت عندنا اكتوبر بيقولها كده عندنا بعض الشهور بنتها يعني بطريقته موسم فيه بعض الحاجات قديمة لقيتها زي اصوان بتكدب الصد طيب فيه زبابة شهيرة جدا رفيقة عنتر عنتر وواعز الافكار النورانية المليئة بالهلاوس يعني عنتر الزبابة عنتر صديقة سليمان سيوفي طبعا الدبان دي جاتي وانا نايم اكتر الافكار بتجيلي وانا ما بين النوم والصحيان فكانت فيه دبانة بالفعل في يوم في لحظة كده جاتي وانا نايم فقمت جدا وجالي هاجز غريب جدا ان الراجل ده مش هيكون مربي حاجة في البيت احنا بنربيها ابدا يعني ده لازم يكون مربي حاجة غير طبيعية فاكتشفت ان هو مربي دبانة مربي دبانة وبدأ التكبر وبدأ تكلمه بدأ فيه ما بينه وبينهم بينهم وبين بعض رابور وبدأ يا خوف يا احمد لا تكون انت اللي بتكلمت دبانة انا خايف والله انا نفسي الان والله اشترك في بقات واضشة الشهرية بتبدأ من 14 جنيه وتسعة وتسعين قرش وبقات سنوية بتبدأ من 150 جنيه